طيب النهاردة المهلة اللي يمكن كانت حددها نادي دورتموند الألمانيا المانشستر يونايتد الإنجليزي علشان يقدم عرض رسمي للتعاقد مع سانشو وفق تأكيدات صاحفتين يمكن كيكر ووبل دول ألمانيتين الصحفتين دول ما قدموش منشستر يونايتد ما قدمش العرض اللي عايز دورتموند واللي لا يقل عن المية وعشرين مليون يورو طبعا سانشو أحد أبرز المواهب المهمة جدا عنده عشرين سنة بالضبط ده لعيب مميز ده لعيب إنجليزي عنده عشرين سنة وكان ده لعيب من واتفورد وخرج من واتفورد راح للمان سيتي وخلينا أقول لكم أن دورتموند خده سنة 2018 بتمالية مليون جنيه استرليني النهار ده علشان يبيعه عرضه بمية وعشرين مليون جنيه استرليني لعب على مستوى عالي جدا عشرين سنة لعب مع المنتخب الإنجليزي هدف بطبيعته لعب صغير في السن فتخيل الرقم وصل من 2017 من تمانية مليون جنيه استرليني دلوقتي دورتموند عرضه بمية وعشرين مليون جنيه استرليني كان فيه المفروض العرض ده سيتم الرد عليه من المان يونيتد وقال المان يونيتد أنه ما ردش على العرض ده وكانوا حطين يوم فاصل بالنسبة للرد للمان يونيتد أنه هو قبل بداية معسكر الإعداد الآن به دورتموند دورتموند عنده معسكر إعداد خلاص يوم الاتنين النهاردة بدأ المعسكر الإعداد لدورتموند وبالتالي اللاعب سافر مع دورتموند وبكده أعتقد يبقى موضوع انتقاله للمان يونيتد خلاص منشستر سيدي منشستر يونيتد أصلا النهاردة قارتها من شوية أنه قال كده أنه يعني مش هتنازل عن ضم سانشو فده يمكن بيأكد أنه يعني الأمور طبعا الأمور هتبقى بالنسبة للتعقدات بتبقى لحد ما طبعا المبلغ كبير جدا لكن اللاعب مميز يعني نروح بقى لأخبارنا العالمية النهاردة الموقع الرسمي لليوفنتوس أن رونالدو حصل على جائزة أفضل لعب في الموسم وأن النادي أسنى النادي الإيطالي طبعا على رونالدو نظرا طبعا للمجهود الكبير اللي عمله الفوز بالسيريا آ بغض النظر طبعا عن الخروج من التشامز ليج كل المتغيرات اللي شهادة للموسم كان رونالدو بيلعب فيها دور كبير جدا جدا وزي ما احنا عارفين أن رونالدو غاب عن جواز ربطة الدور الإيطالي لأن الدور الإيطالي أو الربطة قدت جائزة أحسن لعب طبعا لليوفنتوس وطبعا الهداف هداف لاتسيو كان هو اللي حصل على جائزة أفضل مهاجم باولو ديبالا طبعا أحسن لعب ورونالدو حصل من النادي أن هو أحسن لعب في النادي وانت عارفة أن يمكن كان فيه نوع من أنواع الإحباط شوية لرونالدو وأنه بيفكر زي ما تكلمنا يمكن في الحلقة اللي فاتت أنه هيروح باريس سان جيرمان اليوفنتوس متعود يمكن دي البطولة التسعة في السيريا آه فبطولة الدوري دي بطولة معتادة لكن كان يهمهم جدا أن رونالدو كمان يظهر بشكل كويس في الشامينز ليج السنة اللي فاتت خرج من آيكس بعد هزيمة كبيرة والسنة دي خرج كمان من ليون الفرنسي وبالتالي يعني كان فيه نوع شوية من نوع الإحباط لرونالدو بس جماهير يمكن يوفنتوس عواضته يعني وده المهم يعني ده أهم أفتكر بكتير من الجوائز الرسمية أو الاختيارات الرسمية فهو يستحق مش أنت بتقول كده؟ تمام بالضبط بعض الأخبار أن ريال مدريد بتقول يعني أن ريال مدريد عايز يتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتس بداية من الموسم الجديدة فيه يمكن وسائل إعلام ذكرت أن ريال مدريد بعد إقصاءه من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام منشستر سيتي بدأ فعلا أنه يخطط من أجل الموسم اللي جاي والمصادر دي قالت أن ريال مدريد أبلغ بالفعل يوفنتس برغبته في أنه يضم ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية وقالت أنه الملكي هيحاول إتمام الصفقة دي إذا كانت فيه متناول إلياد المصادر الإعلامية دي كمان يمكن نوهت أن ريال مدريد ممكن يدخل بيدخل القصة كلها طبعا عرضوا أن هم ياخدوا ديبالا وكمان ممكن جدا إسكو طبعا لعب ريال مدريد أو توني كروز هيقش في الصفقة يعني ممكن يكون فلوس بلاس كمان انتقال بعد اللعيبة بس فإحنا بقى قاعدين إن شاء الله يعني منتظرين ده وإن شاء الله برضو يعني تتم الصفقات دي على خيء كمان إحنا عارفين إن طبعا يمكن فيه مدرب جديد طبعا بيرلو هو طبعا المدرب الجديد لليوفينتوس كمان عنده يعني حابب جدا يكون ديبالا موجود في صفوفه معجب بيه جدا بطريقة لاو لكن إحنا عارفين كمان إن الموضوع مش هيكون سهل ديبالا من اللعيبة المميزة جدا جدا في الخد أحسن لاعب فيه الدوري في السيريا اشتركوا في القناة